تعرض امام مسجد عمر بن الخطاب في مدينة باترسون بولاية نيوجيرس الامريكية للطعن اثناء السجود وهو ذلك بينما كان يا ام المصليين ووقع الاعتداء اثناء صلاة الفجر في المسجد الكائن في جنوب المدينة حيث كان حوالي 200 شخص يهدون الصلاة في ذلك الوقت وقال مسؤولين لوسائل اعلام ان المهاجم لم يكن من بين الجالية التي تتردد على المسجد لكنه شهد في المسجد من قبل وقد جرى نقل امام المسجد سيد نقيب البلغ من العمر 65 عام الى المستشفى لعلاجه من جروحه في حين جرى الابض على المتهم بطعنه واسمه شريف زربة ويبلغ من العمر 32 والذي لم تعرف حتى الان دوافعه لارتكاب الحادث ووجهت الى زربة تهمة الشروع في القتل من الدرجة الاولى ومن المقرر ان يمثل لاول مرة امام المحكمة بشكل سريع وفقا لمكتب المدعي العام في مقطعة باسك واوضح شقيق امام المسجد عبد النقيب ان اخوها قد تعرض لطعن مرتين في حين اكد المتحدث باسم المسجد ان الوقاعة كانت حادثا منفردا ناسبا الفضل في نجاة الامام الى التصرف السريع من قبل المصلين الذين قابضوا على المتهم خلال محاولته الفرار واكد المتحدث ان من المهم ان نجتمع معا لدعم بعضنا البعض وادانة جميع اشكال القراهية والعنف ومن جانبه اكد رئيس بلدية باترسون في ولاية نيوجيرسي الذي زار الامام المصاب في المستشفى نحن نقدر جهود اولئك الذين تمكنوا من القبض على المعتدي هنا ونريد ايضا طمأنة الاسرة والمصلين في المسجد بانه سيكون هناك اهتمام اضافي من الشرطة وتابع هذا هو اقد الشهر عند المسلمين نريد ان نؤكد ان سلامة وامنة الذين ياتون للصلاة هي اولوية بالنسبة لنا واننا نأخذ هذا الموضوع على محمل الجد